أهلا من جديد مشاهدينا تغيير جذري إن شاء الله سيكون في الوضعية الجوية رح يميز أغلب المناطق الشمالية وحادة المناطق الجنوبية خلال الساعات القليلة المقبلة أمطار رعدية غزرة ومعتبرة بحول الله رح يتميز شمال البلاد إن شاء الله بداية من مساء يوم أغد الأحد الأمطار تكون أكثر غزرة وأكثر اعتبارا يومي الاثنين والثلاثة المقبل إن شاء الله بالإضافة لكل ذلك الأجواء الشبه الصيفية التي نعيش فيها خلال الساعات الماضية إن شاء الله بداية من يوم الاثنين سيكون هناك نزول حاد في درجات الحرارات الدنيا وكذلك القصوى ونرى التفاصيل وبالنسبة للتوقعات خلال الساعات القليلة المقبلة حسب خالد توزيع تساقط الأمطار بداية من يوم أغد الأحد إلى غاية يوم ثلاثة أجواء غائمة يوم أغد إن شاء الله صحب سفلة تكون كثيفة ستغطي أغلب المناطق الشمالية وكذلك الجنوبية للبلاد بعض القطارات من الأمطار إن شاء الله مشاهدين مرتقبة مساء يوم أغد على كل من الولاية تأتيارة عزاسة بالمثال سيدة مشرية كذلك عينو السارة بوسعادة والمسيلان نتابعوا مع بعض بالنسبة لزخات المطارية أقول مرتقبة مساء يوم أغد الأحد وحتى صبيحة الاثنين إن شاء الله تكون بعض الزخات خاصة كذلك بتخص جزائر العاصمة البوليدة وتيبازة حتى على عينو السارة الجلفة أفلو والأغوات لكن إن شاء الله مشاهدين مع مساء يوم الاثنين يعني في حدوث ساعة ثانية بعد الزوال أمطار الرعدية رح تكون غزيرة في بداية الأمر على المناطق الغربية على كل من مدينة وهران سيدة بالعباس كذلك غليزان تيار تسعيدة حتى على البوليدة تيبازة شلف الجزائر العاصمة مدينة البويرة كذلك أولمدية تابعوا مع بعض يعني مساء يوم غد في حدوث ساعة الخامسة الأمطار تكون يعني معتبرة جدا بكمية تصل أو تتعدى الأربعين ملاي متر محليا إن شاء الله خاصة الجزائر العاصمة بومردس تيبازة كذلك أولمدية البوليدة والبويرة الأمطار إن شاء الله ليوم ثلاثة مساء يوم ثلاثة أمطار جد غزيرة نلاحظوا فيها راح تتمس على سبيل المثال على كل من مدينة وهران سيدة بالعباس غليزان سيدة شلف تيار تلجزايا العاصمة تيبازة لمدية البويرة تيزي وزوب جاية جيجي قسنطينا سطيف المسيلة بوسعد الجلفة مسعد لغوات أفلو وكذلك مدينة البيض ثلوج هي الأخرى إن شاء الله مشاهدين أنا نلاحظوا فيها حتكون حاضرة إن شاء الله في حد الساعة العاشرة من مساء يوم ثلاثة على مرتفعات سيدة بالعباس كذلك إن شاء الله ومدينة تيلمسان كما نلاحظوا في الصورة يعني أجوار حتكون شتوية ماطرة مطلجة وبردة في نفس الوقت بحول الله يومي الاثنين وثلاثة المقبل نشوفوا الكتل الهوائية ودرجات الحرارة كذلك يحيكون هناك تغيير جذري في درجات الحرارة الدنيا والقصوى بالنسبة ليوم غاد الأحد تبقى دايما يعني نفسها أجواء نوعا ما شبه صيفية حارة تخص أغلب ولايات الوطن فيما يخص المناطق الشمالية خلال الظاهرة نبقى دايما نسجد درجة حرارة قياسية تصل أو تتعدى عتبة 35 درجة مئوية تحت الظل على المناطق الغربية وكذلك الوسطى للبلاد بالنسبة للمناطق الشرقية ما بين 20 إلى 29 درجة جنوب البلاد إن شاء الله ليوم غاد الأحد كذلك أجواء جد حارة بدرجة حرارة قياسية تصل أو تتعدى الأربعون درجة مئوية تحت الظل أما عن يومي الاثنين وثلاثة تدريجيا تعود درجات الحرارة إلى معدلها الفصل وتكون أقول دون المعدل الفصل يوم الثلاثة يوم الاثنين إن شاء الله سنسجد فيما يخص درجة الحرارة القصوى ما بين حوالي 15 إلى غاية 20 درجة فقط جنوب البلاد ما بين حوالي 20 إلى غاية 29 أقود 30 درجة فيما يخص اليوم الثلاثة هناك نزول جد حد في درجات الحرارة القصوى نلاحظ حضور اللون الأخضر يدل على أنها ستكون إن شاء الله ما بين حوالي 7 درجات يعني درجة حرارة القصوى 7 درجات إلى غاية 15 درجة فقط يعني نفقد كثير من الدرجات يعني مقارنة بنهار اليوم حتى يوم غاد الأحد يوم الثلاثة يكون هناك نزول جد حد يعني حوالي 16 درجة أقول إلى 17 درجة نحن نفقدها خلال يوم الثلاثة المقبل إن شاء الله درجة حرارة الدنيا نلاحظ يعني اللون الأخضر حاضر يدل على أنها تكون ما بين حوالي درجتين إلى غاية 10 درجات بشمل البلاد ما بين 10 إلى 15 درجة بالمناطق الجنوبية أما عن حالة البحر اضطراب جوبي نشيط الفعالية محمل بأمطار غازيرة رياح قوية ستكون حاضرة وسيكون هو الآخر بحر هائج على طول الشريطة الساحلي مع رياح قوية سرعتها ما بين 40 إلى غاية 70 كم في الساعة رؤية ستكون الرديئة وهذا بفعل للتساقط الأمطار اتجاه الموجة ستكون شمالية شرقية تماما على السواحل الغربية من شمالية إلى شمالية شرقية على السواحل الوسطى وكذلك الشرقية للبلاد الحطى والحضر لكل مستعملي الملاحة البحرية للساعة القليلة المقبلة مشاهدين أمطار رادية غازرة إن شاء الله في انتظارها بداية من مساء يوم غد يعني أمطار تكون أكثر غازرة وأكثر اعتبارا بحول الله مساء يوم الاثنين إلى غاية يوم الثلاثة مع أجواء جد باردة بحول الله راح تخص شمال البلاد خاصة يوم الثلاثة المقبل بحول الله إن شاء الله يا رب تكون أمطار وثلود وبرد خير إن شاء الله خلال الساعات القليلة المقبلة وتثبت هذه التوقعات إن شاء الله مجاهدين بهذه التوقعات تصل لطي ورقة حوال الطقس والعودة إلى سميرات ستكون بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر